موسيقى 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 تقرير لشبكة CNN الأمريكية يكشف تأسرب أسلحة رياض وأبوظبي للحسينة والقاعدة وتقرير لمنظمة العفل الدولية يتهم الإمارات بتسليح ميليشيات خارج إطار القانون ومتهنة بجرائم حر هل ظلت تحالف طريقه في اليمن؟ وما موقف الإدارة الأمريكية من هذه الحقائق؟ موسيقى أهلا بكم اتعنا تقرير صادر عن شبكة CNN الأمريكية السعودية والإمارات بإيصال الأسلحة الأمريكية إلى طرف ثالث وهو ميليشيات تابعة للحسينة والقاعدة فيما أكد ذلك تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم قال إن دولة الإمارات تزود ميليشيات متهمة بجرائم حرب في اليمن بكم هائل من الأسلحة المستوردة من دول غربية إذن تتكدس الأسلحة الأمريكية لدى ميليشيات غير قانونية عن طريق الرياض وأبوظمي هاتان الأخيرتان الأتاني تعلنان أنهما تدخلت في اليمن لاستعادة الشرعية وإنهاء حكم الميليشيات الإنقلابية ومكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي هناك مساء حثيثة يأخذها مشرعون أمريكيون في الكونغروس تهدف لحظر توريد الأسلحة للرياض وأبوظمي فهل ستدفع الفضائح الأخيرة بضغوط أكبر على ترامب لمنع بيع الأسلحة للرياض وأبوظمي؟ كم هو أسهل الحصول على أسلحة أمريكية عالية التقنية؟ وكيف أدت التحالفات المضطربة إلى وصول هذه الأسلحة الحساسة إلى أيذن على علاقة بالإيرانيين والقاعدة؟ كان هذا ملخص التحقيق الذي نشرته شبكة CNN الأمريكية والذي يكشف عن تورط الرياض وأبوظمي في إيصال أسلحة أمريكية للحوثيين والقاعدة في اليمن تحرم اتفاقيات بيع الأسلحة قيم الطرف الثاني بإيصالها إلى طرف ثالث لكن هذا ما حدث في اليمن بحسب التقرير تقول معدة التقرير التي زارت الخطوط الأمامية للمعارك في الحديدة وتعز إنها رأت عربات أمريكية ضخمة بأيدي ميليشيات غير حكومية بل إشارة لقوات العمالقة في الساحل الغربي بل إضافة لعربات حديثة تتجول في تعز وتتبع أبو العباس المصنف في قوائم الإرهاب الأمريكية والمتهمة بتمويل القاعدة قيادات في ميليشي الحوثي المسلحة أيضا شهدت وهي تركب عربات أمريكية الصنع بحسب التقرير فإن الحوثيين قاموا بنقل التكنولوجيا هذه الأسلحة للإيرانيين شبكة سي إن إن قالت إنها قدمت نتائج التحقيق لوزارة الدفاع الأمريكية والتي ردت بأن شركاءها في الرياض وأبو ظبي قاموا بفتح تحقيق في مزاعم التقرير منظمة العفو الدولية هي الأخرى أصدرت تقريرا حديثا يندد بفوضى السلاح في اليمن المنظمة اتهمت القوات الإماراتية التي تحصل على أسلحة من مليارات الدولارات من دول غربية بنقل تلك الأسلحة لفصيل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب بالإشارة لميليشيات الحزام الأمن والنخب الغريب في الأمر هو صمت الحكومة الشرعية إزاء رعاية التحالف لفوضى السلاح في اليمن رغم ما يشكله الأمر من انتهاك قانوني للمعاهدات الدولية بشأن اتفاقيات بيع الأسلحة تسليح التحالف لميليشيات غير قانونية يعد أحد مظاهر انحراف التحالف عن أهدافه في اليمن فضلا عن أن دوره أصبح دراميا بعض الشيء إذ بدأ التحالف تدخله تحت لافتة دعم الشرعية وإنهاء الانقلاب وانتهى به الأمر إلى دعم الميليشيات وإضعاف الشرعية أو هكذا تبدو صورة كما تقدمها التقارير الدولية إذا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والمحلل الأسياسي ياسين التميمي وسينضمعه آخرون عبر الهاتف مساء الخير أستاذ ياسين مساء الخير أخت أسيا مرحبا بك ومشاهدين أهلا بك أستاذ ياسين وبداية بالتأكيد تعبعت تقارير صادرة حول مسألة اتهامات للرياض أبو ظبي الإيصال أسلحة أمريكية للقاعدة اليوم صدر تقرير لمنظمة العفو الدولية تتهم الإمارات فيه بتقديم أسلحة لفصائل يمنية يشتبه بارتكابها جرائم حرب أولا ما قيمة هذا التحقيق على الصعيد الدولي كونه صدر من واحدة من أهم المنظمات الدولية بسم الله الرحمن الرحيم أنا أهم ما لفت نظري هو هذا التتابع وهذا التسلسل فيما يتعلق بهذه القضية هناك تحقيق أعدته شبكة CNN ولها ما لها من ثقة الإعلامي على المستوى الدولي وقوة في المصادر هذه الشبكة صلتة الضو على أمور نحن نعلمها والجميع يعلمها تقريبا الإمارات سلمت أسلحة حديثة لفصائل أنشأتها منذ بدء تدخلها العسكري وهذه الفصائل جزء من مهمتها مواجهة الحوتين في معارك محدودة لكن تبين فيما بعد أن هذه الفصائل لها مهمة ومستقلة تماما ومرتبطة بالأجندة الإماراتية وتتجه في أهدافها النهائية ضد مشروع الدولة في اليمن ثم يأتي تقرير منظمة العوف الدولية والذي تقريبا اتسق مع ما جاء مع التحقيق الذي بثته شبكة CNN لكن CNN ركزت على تسرب الأسلحة إلى الحوتين وأيضا موضوع لواء العمالقة في الحديدة وأبو العباس في تعز بينما منظمة العوف الدولية ركزت على الحزام الأمني والنخب الموجودة يعني فيه اتساق نعم أيضا تحقيق منظمة العوف الدولية أشار بشكل أو بآخر إلى إيران ودورها في تحريب الأسلحة للحوتين المغزى النهائي فيما نسمع ونرى اليوم على الرغم من أن هذا النوع من التقارير يحرج الإمارات ويحرج التحالف بما كذلك المملكة العربية السعودية ويضعف موقفها العسكري والأخلاقي في اليمن إلا أنه يقدم مؤشر غير واقعي وغير طبيعي مفاده أن الساحة اليمنية هي ساحة للأنشطة الإرهابية مشكلتنا ليس في النشاط الإرهابي مشكلتنا في النشاط غير المشروع واللاأخلاقي الذي يمارس عبر الأجندات الإقليمية هذه الأجندات الإقليمية سعودية إماراتية إيرانية وهناك أجندة دولية أيضا أمريكية وغيرها الشعب اليمني ومشروع الدولة والمجموعات السياسية ومعسكر الشرعية راحوا ضحية هذا التصور الشائح حول ما يجري في اليمن على أنه مواجهة مع الإرهاب في الحقيقة هذا ربما يعطي الإمارات على الرغم أنها اليوم وفقا لهذه التقارير متورطة في دعم فصائل يمكن أن نصفها بأنها إرهابية أو قريبة من المنظمات الإرهابية إلا أنه يعطيها أو يعطي الآخرين مورر الحديث عن أن اليمن ساحة للإرهاب وبتالي هذا يجعل الأولويات تنصب مجددا حول فكرة مكافحة الإرهاب وليس حول إيجاد حل سياسي لأزمة الإنقلاب والفوضى والعمل في هذا البلد مشكلتنا في حقيقة الأمر هو أن التحالف بالفعل تورط على المستوى السياسي والعسكري والأخلاقي في حرف مسار العملية العسكرية من دعم الشرعية ومواجهة الإنقلاب إلى البحث عن أهداف أخرى من ضمنها تفكيك اليمن وإضافة الدولة اليمنية والاستحوال على الجغرافية اليمنية هذا الأمر قاده إلى التفكير بإعادة توظيف المجموعات الإرهابية نفسها التي كان علي عبدالله صالح وظيفها وهذه المجموعات الإرهابية التي كانت جزء من أجندة سياسية معروفة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي هي اليوم يعاد تدويرها عبر القواء الإقليمية الجديدة السعودية والإمارات هذه القواء لم تجد أقدر من هذه الأدوات لاستخدامها في تنفيذ مشاريعها السياسية والجيو السياسية في اليمن لهذا جرت إنشاء وحدات عسكرية وتشكلات عسكرية من هذه المجموعات التي كانت توصف بأنها إرهابية في الحقيقة اليمن ليس ساحة للإرهاب اليمن ضحية لأجندات إقليمية وظفت الإرهاب لتصفية حسابات ولتمرير مشاريع من نعمة واليمن بسببها شاشة دولتها وضعفها كانت مسرحا لهذه الأجندات المرتبطة بالإنشطة الإرهابية وبالإرهاب نعم للأسف الشديد يعني عدم وجود دولة بطبيعة الحال ينشئ جماعة مختلفة لهولاءات مختلفة وتدعم من جهات مختلفة أيضا حيث كشفت CNN في تحقيق عن وصول أسلحة أمريكية زودت بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي باليمن إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة وهو ما أشارت إليه عن طريق جمعة كتائب أبو العباس في تعز وإيران أيضا حيث استولت على مجموعة من الأسلحة وتم أيضا إيسالها إلى إيران لتدارسها والبحث عن آلية صنعها بالدقة كيف تحول التحالف إلى داعم لكل هذه المجامع الإرهابية؟ إذا سمحتي دعيني نتوقف هنا باستفاضة أولا يجب أن نذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت علي عبد الله صالح بأسلحة وأنشأت وحدات لمكافحة الإرهاب وهذه الوحدات استخدمت أسلحة أمريكية هذه الأسلحة الأمريكية لو سألنا أنفسنا أين هي هذه الأسلحة؟ هذه الأسلحة مع الحوثيين هذه الأسلحة استخدمها الحوثيون لمقاتلة شعب بكامله هذه الأسلحة الأمريكية ونحن نتحدث عن أسلحة أمريكية جاءت عن طريق الإمارات يجب أن لا ننسى أن هناك أسلحة أمريكية سلمت علي عبد الله صالح ونجله واليوم انتهت إلى مخازن الحوثيين أو تستخدم من قبل الحوثيين إذن ليس جديدا أن يحصر الإيرانيون على الأسلحة الأمريكية ليس فقط من الجانب الإماراتي وإنما أيضا من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ليعلي عبد الله صالح وشجاعته في بناء عقيدة عسكرية لاوطنية منذ ذلك الوقت بحجة مكافحة الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تقدمت تغطية نفسها المفتوحة للإمارات والسعودية للعبث في الأراضي اليمنية بدعا ومكافحة الإرهاب والسؤال هنا لماذا توقفت الـ CNN في تعز لماذا تحدثت عن محلات لبيع الأسلحة في تعز من متى كانت تعز مسرح لتداول الأسلحة وبيع وشراء الأسلحة أيضا هناك تركيز خبيح من هذه الزاوضة لكن ألا يوجد هذا الأمر يعني وجدنا الكاميرا وهي تذهب هنا وهناك وتدخل حتى محلات ملابس نساء وتبع فيها الأسلحة يعني لماذا ننكر عدم وجود ذلك وهو موجود في تعز كان هناك مدرعات إماراتية سلمة لكتاب أبو العباس هذه الكتاب صنفت إرهابيا على الفور لم تقوم الولايات المتحدة بأي إجراء ضد الإمارات العربية المتحدة لم تسائلها لم تقل لها لماذا تواصلين التعاون مع كتاب أبو العباس بالعكس كتاب أبو العباس قامت بهذه الأسلحة الأمريكية بقتل أكثر من 200 ضابط وعسكري في القوات المسلحة وفي الجيش الوطني في تعز هذا الأمر كان يتم وفق تلاقي مصالح أمريكية إماراتية سعودية للأسف الشديد لتصفية حسابات مع القوى السياسية مع قوى التغيير لأن هذا الجيش الذي يقاتل في تعز الأجندة الإنقلابية محسوب على حركة التغيير إذن أخذ تعز تحديداً كمثال لتداول الأسلحة الأمريكية في خبث في مغزى في دلالة لم تكن تعز فقط أستاذ بدأت تقرير من الحديدة حيث لواء العمالقة في الحديدة تحدث عن لواء العمالقة ووصول الأسلحة أيضاً للأسلحة ووصول الأسلحة لكن أنا لفت نظري أن تعز تحولت إلى محلات لبيع الأسلحة تعز لم تعهد هذا النوع من الأداء وهذا النوع من الأسلحة هذا الأمر في تقديري تعز اليوم تجاوزت هذه المرحلة تجاوزت عندما قرر الجيش الوطنية تحرك ضد هذه المجامع الإرهابية المدعومة من الإمارات والممولة والمسلحة بأسلحة أمريكية إذن دعنا ننشك في حوارنا هذا الأستاذ ماجد المدحجي المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من القاهرة مساء الخير أستاذ ماجد مساء النور هلا إذن ما هو تعليقك أستاذ ماجد على هذه التقارير المتسلسلة بدءاً من تقرير CNN وصدور تقرير اليوم من منظمة العفو الدولية والذي يدين بشكل واضح الإمارات بدعمها لجماعات متهمة بجرائم حرب دعمها بأسلحة مرحباً بالتأكيد هذه التقارير والله استثناء في حالة الحرب اليمنية أقصد أن تقرير منظمة العفو الدولية لا يحدث جديداً فيما يخص تحديداً دورة حياة السلاح في اليمن دورة حياة السلاح في اليمن لا تقتصر فقط على الإمارات على كل الأطراف في هذه المملكة وفي هذه الحكومة الشرعية يعني أنها تبدأ الأسلحة تأتي في قوات الضربية وتنتهي في جماعات مختلفة أو في الميليشيات دورة حياة السلاح تحديداً في ظل حرب أهلية ليست مضمونة النتائج يعني ذكرت واقعة مشهورة تحديداً وهو اتهام مثلاً القوات بعدما اخترت تحديداً العملية الأمريكية التي قدرت فيها في قيف عيال الذهب بالإنزال الأمريكي الشهير تحديداً تم الحديث أنه أبداً ذهب المتهم أنه عن قاعدات الإرهاب وسلم أسلحة حين هم للجيش الوطني في إمارة وواقعة اتهام الإمارات أيضاً تتنفس السياق دورة حياة السلاح لدى السلافين تحديداً المدعوم النمات دائماً تتهي في شدة كمان جماعات الطريفة المتهمة على خبر القاعدة أقصد دورة حياة السلاح في طار حرب أهلية لا يمكن فيها الاكتفاء بإتهاب طرف وحيد أبداً فائض السلاح في اليمن في هذه الحرط يذهب في شدة الجميع نعم لكن لماذا تتساهل الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن أيضاً حول تسليح التحارف لميليشيا غير قانونية حول حصول الحوتين على هذه الأسلحة وهو معروف أن هناك معاهدة لعدم إيصال السلاح لطرف ثالث حين بيع هذه الأسلحة وهناك تجريب أو لبيع الأسلحة في اليمن هو شوفي فعلياً تحديداً لا يمكن لذلك المتحدة معظم الأسلحة على سبيل المثال تعني أعيد الحديث على موضوع العمالي القصير في الساحة الأمريكية مثلاً على سبيل المثال ما هو معروف أن العماليق لا يحصلون على سلاح مباشرة لأن الإماراتين يحصلون بأسلحتهم الفردية لكن هو التسليح التقيل تحديداً هو التسليح الإماراتي يشتف عليه في بعض إماراتين أو قوات موالية الإمارات لطاق سلطة الولايات المتحدة لا يتصل بها خصوصاً الموضوع الأسلحة التي لديها هذه الأفراد والمقاتلين ليست أسلحة أمريكية موضوعها تحديداً أما سلاح روسي وتنويعاتها وبالتالي ليست هي معانية ظن الإطال قانوني في متابعة تدفق أسلحتها هنا إلى أين تذهب أو إلى أين تنتهي هذا يجعل أن تهدد غير ذات صفقة قانونية في متابعة ولا تتحمل نصرية التسليحة إطال الإمارات إطال السعودية أيضاً التي تقدم تسليح في معظمه ليس من مخازنها إذا صح الوصف ليس من مخازنها أو إذا يتبع تسليح الأسلحة الأمريكية في الأخير وقال معظم كل سوق السلاح في اليمن كل السلاح المتقاتلين يبدأ لدى تنظيمات شبه رسمية يعني فمعظم أن يتم تسليحهم شبه رسميا على عملكهم هي نظامية تتبع الكيش اليمني لا تتبع الإمارات الرسمية لكن معظم هذا السلاح ينتهي في هذه الجماعات الرهابية في التالي أو ليس في الجماعات الرهابية لدى جماعات غير مضبوطة بالقنو فبالتالي ما الذي يمكن مسابعته في كل هذه الحرب إذا أردت أن تتابعي بهذه الصلاحة ستتوقف الحرب كبير لذلك يغطل دمية طرفهم نعم لكن أيضا دعني أسألك أستاذ ماجد ما هي التداعيات المترتبة على ذلك يعني هذا لن يكون التقرير الأخير وليس لأول نعلم بصدور كثير من التقارير في حقوق الإنسان وفي استجلاب الإمارات المتزقة لتنفيذ عمليات الإغتيالات وكثير كثير من التقارير ولكن تأخذ مداها ربما أو صداها الإعلام يوم أو يومين ثم لا شيء يذكر بعد ذلك هل تتوقع أن لا أحد يهتم لا أحد يهتم حقيقة لا أحد يهتم اليمن ليست منطقة اهتمام هو ليست درقة أولا تداعيات مقتل خاشفكي حضرت اليمن على الصفة الأول للانتباه وكان يتم العقاب السعودية ضمن هذا العنوان أول العنوان اليمنية أحد الوسائل التي استخدمت لمراقبة السعودية فالآن خفت الاهتمام بموضوع خاشفكي وبالتالي كثافة هذه التقارير أو صداها أو النتائج التي ترتفعها على المستوى القانوني فعليا ضعيفة ما لم يتتقاطع يمن مع أحد العنوان ذات المصلحة الدولية فيصبح كل فائض هذه التقارير فعليا دون دون قتوى بالمعنى السياسي لا يشكل قانون أنت تراكم أوراق في المعنى القانوني لكن قدرتك على خلق قنوات تقع لهذه الأوراق بالطابع قيمة أنت لا تستعضوا الطرف لا في المحكمة الجنائية الدولية أنت لا تستعضوا الطرف لأي أدوات الأدوات التقاطي الدولية فبالتالي ما الذي سيحنك بس بس لا تحديدا أدوات وإن أنت تقاطع مصالح أطراف دولية مع كمارة الملف اليمني في دامة الدولة وفي غير ذلك لا يتوقع فرص سياسية فعليا لجعل هذا الملف القيمة ويروع أصحاب الانتهاكات في اليمن تضب نعم شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد المدحجي المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة عود إليك أستاذ ياسين أستاذ ياسين ربما أيضا استوقفني حديث باتريك ويلكن الباحث في شؤون الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمات العفو قال سرعا ما أصبح اليمن ملاذا آمنة للميليشيات المدعومة من الإمارات والتي لا يمكن محاسبتها لما لا يمكن هذا أجمل توصيف في تحقيق منظمات العفو الدولية هذا أجمل ما قاله هذا المسؤول في منظمات العفو الدولية هذا هو توصيف الحقيقي لا يجب أن ننشغل بالحديث عن الإرهاب في اليمن الأخ ماجد مثلا يفترض أن هناك تنظيمات إرهابية جاهزة وفقط هي تستفيد من تدفق الأسلحة ومن دورة الأسلحة التي تأتي مع استمرار الحرب الأهلية في الحقيقة الذي أنشأ هذه التنظيمات وأشرف عليها هي الإمارات العربية المتحدة وكان على هذه التحقيقات أن تتحدث بشكل مباشر وتحمل الإمارات العربية المتحدة والتحالف المسؤولية عن مجمل الانتهاكات التي تتطال حقوق الإنسان عبر هذه الأدوات هذه الأدوات التي تتهم يعني منظمة العفو الدولية ربما أشارت إلى ذلك وكان لديها تقرير سابق يتحدث عن السجون السجرية هي تتهم الإمارات بإيصال أسلحة لهذه الجماعات التي أنشأتها لجماعات لا تخضع للقانون وتحدثت أنها أنشأتها بارتكاب في الواقع هذا النوع من الطرح يفترض أن هناك تنظيمات فعلا قائمة بذاتها فقط هي تستفيد لكن نحن أمام تنظيمات أنشأت على أيدي الإمارات لم تكن موجودة من قبل لن نخب ولا الأحزمة ولا حتى العمالقة على الرغم من أن العمالقة التي تقاتل في الحلوية ربما تكون أقل سوءا من بقية التشكيلات المسلحة على الأقل هي تقر بإشراف الرئيس الرئيس الجمهورية عليها وإشراف وزارة الدفاع عليها وتعمل على الأقل تحت مظلة الشرعية لكن الأحزمة والنخب وكتاب عبد العباس لا تعترف بسلطة الشرعية مطلقا وتتصرف وفق الأجندة الإماراتية وترتكب أعمال إجرامية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان إذن نحن أمام تشكيلات أنشأت من العدم أنشأتها الإمارات العربية المتحدة عندما نتحدث عن تشكيلات إرهابية يجب أن نربط حديثنا بأن هذه التشكيلات الإرهابية أنشأت ودعمت وسلحت من قبل الإمارات فإن إرهاب هذا نحن أمام ليس إرهاب تنظيمات بل إرهاب دولة نحن في حقيقة الأمر نحن أمام إرهاب دولة تمارس الإمارات عبر هذه التشكيلات المسلحة وهذه تشكيلات المسلحة يعني الإرهاب والانتهاكات ضد حقوق الإنسان واحدة من الصور السيئة من التجلية السيئة للأدوار السيئة والخطيرة جدا التي تقوم بها هذه الأدوات من بينها السعي لتقوط السلطة الشرعية والسعي لتفكيك الدولة اليمنية والعمل تحت مضلة قوى خارجية للأسف الشديد نحن أمام تحدي خطير للغاية ويجب أن نواجهه من خلال تسمية الأشياء بأسمائها نحن أمام تهديد خطير لكيانة الدولة اليمنية هذا التهديد لا يأتي من هذه التشكيلات فقط بل من الدولة وإرهاب الدولة التي تقوم بخلف ربما في فكرة أخرى أتحدث أن بعض هذه الفصال بحسب المنظمة متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة غرب اليمن وفي شبكة السجون السرية التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات التعذيب أيضا كل هذه الأدلة أستاذ ياسين لما لا يمكن إدانتها برأيك يعني هذا ليس التقرير الوحيد كما ذكرت للأستاذ ماجد يعني هناك تقارير كثيرة تدين الإمارات بشكل واضح لديها تقرير مرضمة تلعف الدولية قبل ذلك تعرضت وأشار حتى هذا التحقيق أشار إلى ما سبق وأن تنمته مرضمة العفو الدولية وقبل ذلك وقبل هذا وذاك كان هناك تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات وقبل ذلك كان هناك تحقيق لوكالة السوشيتي بريس الأمريكية وهي في الحقيقة أول وكالة تطرق هذا الموضوع وتتحدث عن شبكة السجون السرية كان يفترض لكن بالنسبة لفريق خبراء التابع المجلس الأمر تحدث عن ذلك بصراحة وأشار إلى دور هذه التنظيمات وتشكيلة المسلحة المدعومة من التحالف في إضعاف الدولة اليمنية ونعى تقريباً السلطة الشرعية وقال أنها بحكم العدم بسبب هذا الدور الذي تقوم بهذه التنظيمات هذا الأمر لا يستفز القوى الكبرى ولا القوى الإقليمية هناك اتساق وتماهي وتكامل بين الأطراف الغربية يعني مراد للإمارات أن تقوم بهذا الدور نعم ولا أخطر من هذا وذاك هو أن الإمارات فقط لا تسعى إلى تمرير أجندتها الجيوسياسية بل تريد أن تضفي على وجودها شرعية مستدامة بوجود هذه السلطة الشرعية أو بعدمها خصوصاً وأن مكافحة الإرهاب تلقى اهتماماً خاصاً من قبل المجتمع الدولي وهذا التفويض الذي نراه من الولايات المتحدة الأمريكية وهو تفويض مفتوح للإمارات في اليمن محكوم بهذه العقدة عقدة مكافحة الإرهاب ونحن ضحية هذه العقدة التي تحكم العقلية الأمريكية والعقلية الغربية يعني لو لا هذه العقدة لما تمكن الحوثيون من الوصول إلى عدن من الذي دفعهم إلى التحرك عسكرياً من صعدة إلى عدن هي الأجندة الغربية والإقليمية التي أرادت القضاء على مشروع الفبراير ومواجهة ما يسمى بالإرهاب عندما نبحث عن الإرهابين في حقيقة الأمر لا نجدهم هؤلاء الإرهابيين منخرطين بشكل كامل في تشكيلات مسلحة وفي بنيان التنظيمات التابعة للأجندات الدول في حقيقة الأمر لا يوجد تنظيم إرهابي مستقل قائم بذاته يعني أثبتت الأيام والأحداث والدلائل خلال الفترة الماضية أن معظم العمليات التي نفدت كانت تعكس أجندات سياسية إما لصالح النظام علي عبدالله صالح قبل أن يقتل علي عبدالله صالح على الحوثيين ويسقط هذا النظام على ثورة الحادي عشر من فبراير ومن ثم يسقط علي عبدالله صالح بسبب مواجهة عسكرية مع الحوثيين أو عبر أجندات إقليمية سعودية إماراتية عملياً يعني إنشاء تنظيم القاعدة في شفه جزيرة العرب هذا الأمر لم ينشأ من تلقى نفسه ليس أسامة بن لادن من أنشأه في حقيقة الأمر المملكة العربية السعودية وراء هذا التنظيم وراء إنشاء هذا التنظيم لماذا؟ قد تسألين لماذا؟ لا أبالغ في هذا الأمر المملكة العربية السعودية أرادت أن تقول للمجتمع الدولي أنها نجحت نجاحاً باهراً في القضاء على الإرهاب في أراضيها والمشكلة اليوم مرتبطة باليمن هذا البلد الجار هذا البلد الجار اليوم الذي نشأ فيه تنظيم القاعدة في شفه جزيرة العرب وبالتالي أصبحت يد السعودية مطلقة في التصرف في اليمن في مترة حكم علي عبدالله صالح وما بعد حكم علي عبدالله صالح واليوم إفشال ثورة التغيير منذ أربع سنوات كان بذريعة مواجهة الإرهاب الإرهاب صريعة سياسية للأسف الشديد الإرهاب ليس منظمة إرهابية نشأت في اليمن من تلقاء نفسها هي صنيعة سياسية وتخدم بالمطلق أجندات سياسية محلية وإقنية ودولية نعم إذن وأنت تتحدث أستاذ ياسين قلت بأن هناك إرادة أو اتساق دولي لما تقوم به الإمارات لنقول أن الأمر كذلك وأن الولايات المتحدة تريد هذا الفعل وأن هناك اتفاق بينهم بطريقة أو بأخرى أين هو دور الحكومة الشرعية؟ كيف لها؟ وللقوى السياسية المدنية؟ بعد كل ذلك ألا تقف في وجه دول تقوم بهدم هذه البلد بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة؟ للأسف منذ 2012 ربما من قبل هذا التاريخ عندما أصبح عبد الربو منصور هادي نائباً أو قائماً بعمل الرئيس ثم رئيساً توافقياً هذا الرجل للأسف الشديد تمهى مع الأجندة الإقليمية وهذه الأجندة الإقليمية كانت واحدة من أهدافها هو إنشاء بنية سلطة هشة ويمكن السيطرة عليها لو تنظرين إلى بنية السلطة الشرعية ستجدينها تركيبة عجيبة من الانفصاليين والجهويين والمناطقيين والموتورين والحاقدين سياسياً والأيدلوجيين بشكل مخيف وهذا الجمع من التناقضات السياسية داخل معسكرات الشرعية أبقى هذه السلطة كمنظومة متصارعة هشة ضعيفة عبد الربو منصور هادي ورئيس الوزراء السابق الذي أقاله الرئيس هادي وأقصد به الدكتور أحمد بن دغر حاول خوض قولة صراع مع الإمارات ورأينا كيف تم حسم هذا الصراع لصالح الإمارات العربية المتحدة هذا الحسم لم يكن كاملاً بمعنى أن الحكومة فازت على الأقل في إيصال قضية السقطرة إلى الأمم المتحدة لكن في نهاية المطاف رئيس الوزراء فقد منصبه بشكل لا يليق وهذا يتحمل مسؤوليته عبد الربو منصور هادي عبد الربو منصور هادي ذهب إلى أبو ظبي ولم يستطع العودة إلى عدن رغم أنه ذهب إلى أبو ظبي وهذه رحلة تصالحية تحت إشراف الملد سلمان ما أريد أن أقوله هو أن السلطة الشرعية حاولت أن تخض مواجهة مع الإمارات وفشلت لأن الإمارات لديها مظلة مفتوحة الإمارات هي جزء من الأجندة الأمريكية هي قوة الدعم الليجستية الإقليمية التي تعتمد عليها الأمريكية بشكل كامل لهذا الغرب الذي يتقيد بحقوق الإنسان وبالقوانين وبالدساتير هناك لن يجد أفضل من الإمارات كقوة قدرة قوة إقليمية قدرة تقوم بهذه الأعمال يمكنها أن تقتل ممكنها أن تستأجر مرتزقة يمكنها أن تطيح بدول بإمكانها أن تغير مجراء الأحداث كما يحدث في اليمن من دعم الصوت الشرعية وهزيمة الإنقلاب وضمان الاستقرار في البلاد إلى خلق مزيد من الحروب الأهلية والانشقاقات الاجتماعية وتفكك الدولة ومن ثم فرض أجندتها الخاصة المتصلة بالهيمنة الجيوسياسية على الجغرافية اليمينية هذا الأمر يعكس إلى أي مدى هذه الدولة مدعومة ومدللة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن هذا النوع من السلوك يمكن أن يكون سبباً في تحرك كبير جداً في المنطقة قد يقلب الموازين نعم إذن دعنا نشك أيضاً معنا الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية من ألمانيا مساء الخير دكتور علي دكتور علي ربما الأمر يجعلنا نتساءل لماذا تتابع هذه التقارير بشكل متوالي هذه الفترة أين كل هذه المنظمات والإعلام من ما يحدث في اليمن من دعم هذه الفصائل وتسريب الأسلحة منذ أربع سنوات القصة معروفة وهذه ليست أول مرة أعتقد أن هناك تقرير لجنة الخبراء الممتحدة ذكرها ذلك قبل تقريباً عام القصة ليست جديدة ربما الهتمام العالمي لأنه راجع إلى أن اليمن أصبحت تحت الأضواء بعد أن أصبحت أيضاً المملكة العربية السعودية تحت الأضواء المملكة العربية السعودية بعد حالة قتل الصحفي السعودي خاشقجي في السفاء في الكنسلح السعودي في أسطنبول تلقت كل الأضواء العالمية ومن ضمن الملفات التي أطلق عليها هذا الأضواء كان ملفاً يمني وذلك بدأت المنظمات بدأت المستة الإعلامية بدأت الناشطون يعتمون بالملف اليمني لكن هذه المعلومات موجودة منذ زمن وموجودة منذ فترة طويلة ليست جديدة أبداً وهناك ذكر لها لكن كان ذكراً على استحياءها وهناك ذكر ربما في مستة ليست ذات سمعة عالمية أو ليست ذات أثر عالمي الآن لدينا مستة مثل مظمة العفل الدولية وقناعة إعلامية كبيرة مثل سنين هذه لديها نفوذاً كبيراً على سياغة الخبر العالمي وذلك أصبح الآن هناك إلقاء ضوء أكبر على تسرب الأسلحة وعلى ما يجري في اليمن نعم إذن الإعلام الغربي والمنظمات الحقوقية أيضاً لطالما تحدثت عن تورط أمريكي في الانتهاكات وخرق القانون في حرب التحالف في اليمن من ذلك التعذيب في سجل الإمارات ووجود مرتزقة من قدام المحاربين في الجيش الأمريكي لتنفيذ اغتيالات وغيرها هل تجد أن هناك مسؤولية أمريكية في هذا الشأن؟ بالتأكيد الأولياء المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية قانونية ومسؤولية أخلاقية عن الوضع الذي في اليمن لكن الولايات المتحدة الأمريكية لعندنا نواحظ أن هناك نقطة أساسيتين في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع اليمن أولا اليمن بالنسبة للولايات التحدة الأمريكية هي عبارة عن ملف أمني وليست ملفا سياتيا ومعنى ذلك أن اليمن مهم للولايات التحدة الأمريكية فقط فيما يخص محاربة الإرهاب وليست لها أي أهمية من ناحية سياتية أو من ناحية سراتيجية هي فقط اليمن هي ساحة لقتال التنظيم القاعدة والتنظيمات المشابهة هذا أولا ثانيا اليمن أو دعينا نقول الساحة اليمنية أو الحرب في اليمن أتاحت الولايات التحدة الأمريكية أن ترفع من صادراتنا من السلاح إلى دول المنخلطة في السراع في اليمن وبالتالي هي سوق الآن الموجود في اليمن الآن هو الأمريكيين يظهرون اليمن باعتبارها أنها سوق لأسلحتهم والخدماتهم العسكرية وبالتالي أمريكيين أيضا لن يجدوا غضبطنا أبدا في تصدير السلاح في تصدير السلاح لم يجدوا غضبطنا الآن في القبول بأي ممارسات غير أخلاقية وغير إنسانية في اليمن لأنهم أيضا هم مارسوها الأمريكيين ليست تلك الدولة ذات المرجع الأخلاقية هم مارسوا نفس ما يمارس في اليمن لا في مكان أخرى في أفغانستان وفي مرات أخرى أيضا لكن الآن لم يجري في اليمن أصبحت تحت الظوء أكثر مكان وأعتقد أن الدارة الأمريكية الآن تعاني ربما لن نقول تعاني ولكن ربما قد تعاني مما يجري في اليمن هناك أوبع داخلية في الولايات التحدة الأمريكية هناك نوع من الصراع بين الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي وأيضا صراع بين إدارة ترامب وبعض زعماء الحزب الجمهوري قد يستخدم ملف الأمريكيين في هذا الصراع نعم إذن يعني برأيك أستاذ دكتور علي عفون كيف أثرت السياسة المنحرفة للتحالف على إضعاف القضية اليمنية محليا ودوليا للأسف الشديد السياسة التحالف المملكة العربية السعودية والإمارات تسببت لأن يحدث تقطيع لما يجري في اليمن ويحدث صورة مخالفة لما يجري في اليمن بالنسبة للمجتمع الدولي الصراع في اليمن واصن صراع داخلي هو صراع بين حركة انقلابية طائفية عنصرية سلالية مثل الحوثيين انقلابت على حكومة شرعية هذا هو اللي بالصراع وهذا هو اللي بالصراع لكن مع الممارسات السعودية والسياسة الإماراتية في اليمن ومحاولتهم السيطرة على اليمن ومحاولتهم تنفيذ أجنداتهم الخاصة وتأمين مصالح في اليمن بغض النظر عن مصلحة الشعب اليمني المجتمع الدولي لم يعد يرى الصراع في اليمن كما هو مفترض يراها كصراع محلي داخلي بين قوة انقلابية وحكومة شرعية لكنه أصبح يراها أنه صراعا بين قوة إقليمية من ناحية قوة إقليمية تتصارع في اليمن السعودية والإمارات من جاء وإيران من جاء وأيضا صراعا بين المملكة العربية السعودية والإمارات وأيضا جزء من اليمنين ما هي طبيعة هذا الجزء من هم هؤلاء الجزء هل هم لديهم مشروعية أولا لا يهم المجتمع الدولي هو يراها الآن صراعا بين جزء محلي من اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات وبالتالي قضية المشروعية القضية المشروعية وقضية الحق الشرعية وقضية المشروعية في سوريا والحكومة الشرعية في اليمن تراجعت ولم يعد أحد يذكرها وسأل في ذلك سلوك الحكومة الشرعية اليمنية المنهزم تماما والمستسلم للسيطرة والتوجيهات السعودية بشكل أساسي وبالتالي ضاع القضية الرئيسية ولم يعد العالم يرى سواء صراعا إقليميا في الساحة اليمنية أو صراعا قوى إقليمية مع طرف محلي في اليمن ولذلك بالأسف الشديد تقييم المجتمع الدولي وتقييم المنظمة الدولية للحرف اليمن أصبح مختلفة تماما عن ما هو الواقع إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا عود إليك أستاذ ياسين أستاذ ياسين برأيك كيف تجد منقف الكونغرس الأمريكي ودول أوروبا أيضا من هذا التطور وهناك ارتفاع في الأصوات المطالبة بإيقاف تسليح التحالف طبعا اليوم يمكن تمييز دول من أوروبا الغربية بعينها مثل ألمانيا في المقدمة بطبعة الحالة النرويج، الدينمارك، السويد هذه الدول اتخذت قرارات واضحة بعدم بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية وهذا تطور في غاية الأهمية في سياق الموقف العالمي من الحرب الدائرة في اليمن طبعا هذا الموقف مبني على أساس أن الأسلحة تلحق الأذى بالمدنيين والتحالف لو كان يقوم بمهمته على أكمل وجه في اليمن ضمن ما هو متفق عليه التحالف يحارف في اليمن تحت مظلة الممتحدة وفي إطار القرار 2016 لكنه يخالف هذا القرار ولا يسعى إلى تنفيذ هذا القرار ولم يعد معنيا بهذا القرار وبالتالي لم يعد معنيا بدعم السلطة الشرعية ولا باستعادة الدولة ولا بتقوية نفوذ الدولة وفقا لما تم الاتفاق عليه بين اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لهذا غرق التحالف العربي في اليمن تعددت أهداف ونحرف بشكل خطير جدا وعليه أن يتحمل تبعات هذا الأمر هذه المواقف الدولية ربما تخنق التحالف مستقبلا لكن بقية الدول هنا وهي دول كبرى بحقيقة الأمر يعني بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة تتسق في مواقفها من مسألة الحرب في اليمن لا زالت تواصل دعم المملكة العربية السعودية والإمارات بالأسلحة لكن هناك أصوات ضغطة داخل المجتمعات الغربية هذه الأصوات الضغطة تتمثل في مركز صنع القرار تتمثل في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمر يتطور كثيرا لتصبح هذه الأصوات أعلى قليلا وأكثر نفوذا وتتمثل في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ أنا أعتقد أنه أكبر ضغط يمارس على القوى الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم السعودية والإمارات في اليمن هو ما يمارسه الكونجرس ومؤتمر السويد تقريبا عقدة بفعل الضغوط الهائلة التي مارسها الكونجرس عندما اضطر وزير الدفاع الأمريكي السابق أو المقال إلى الضغط على الأطراف في حملها إلى الذهاب إلى السويد وكان الضغط شديدا على السعودية والإمارات إلى درجة أنها ضغطت على السلطة الشرعية لتذهب إلى السويد ثم نصل إلى تفاهمات ما يسمى بتفاهمات السوكولم التي لم تنفت حتى هذه اللحظة اليوم الكونجرس الأمريكي لم يتخلى عن ضغوطاته هناك مشاريع قرارات يريد أن مثلا مجلس الشيوخ اعتمد قرار يقضي بوقف دعم التحالف حرب التحالف في اليمن المجلس النواب اليوم يريد أن يعتمد أيضا هذا القرار فإذا ما اعتمد هذا القرار فقد يضطر الرئيس ترامب إلى استخدام حق الفيتو لكن إذا استخدم الرئيس حق الفيتو وعاد هذا القرار إلى النواب ثم اعتمد بإجماع النواب والشيوخ أعتقد أنه سيصبح ساريا وهنا سنجد أنفسنا أمام أزمة سياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أننا يمكننا أن نتصور في المستقبل القريب أن يتتعاظم الضغوط وأن لا يضحي ربما ترامب مستقبله وربما ينعكس هذا من موقفه من الحرب في اليمن حاليا لا زال الرئيس الأمريكي يقدم تغطية مفتوحة للحرب في اليمن ولكن هذه الحرب للأسف الشديد ليست لصالح اليمن ولا تذهب باتجاه استعادة الدولة صحيح أن الرياض وأبو ظبي لا زال يدعيان بأن حربهما في اليمن يأتي تحت مضلة السلطة الشرعية والأمم المتحدة ويسعيان إلى القضاء على الإنقلاب لكن هذا الأمر ليس كما يقولنا للأسف الشديد السعودية تبحث عن أراضي تريد أن تقتضم الأراضي اليمنية في المهرة الإمارات تواصل بمتابرة عالية مهمة السيطرة على سقطرة تواصل بمتابرة عالية تجريف السلطة الشرعية من المحافظات الجنوبية أملا في السيطرة على المنافذ البحرية وعلى السواحل الجنوبية والغربية للبلاد هناك أجندات مختلفة تماما عن تلك التي جاء لأجلها التحالف لليمن وهي دعم الشرعية ودحر الإنقلاب هناك من يقرأ الأمر أن الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن كان بمثابة فخ مقصود لإغراق السعودية والإمارات في ملف انتهاكات وخرق القانون الدولي وربما ترامب أكثر الرؤساء صراحة أنه يتحدث عن ابتزاز واضح للسعودية والدول الخليج الأمر ليس كذلك طبيعة الحال لا أحد ينكر أن هناك تحالف استراتيجي قديم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لكن هذا التحالف بدأ يفتر قليلا في عهد إدارة أوباما التحالف زاد أصبح أكثر قوة في عهد الرئيس ترامب لأن الرئيس ترامب ربما كانت تربطه علاقات استثمارية مع المملكة العربية السعودية ومع العائلة في المملكة العربية السعودية زد على هذا أن الرئيس ترامب يدعي أنه أوصل الرجل القوي في المملكة العربية السعودية حاليا وهو الأمير محمد بن سلمان إلى سدة السلطة وكان هذا على حساب ابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف وكبار الأمراء من أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية إذن تدخل ترامب في السعودية تدخل كبير ورأيناه كيف دفع بمملكة العربية السعودية لتفجير خلافات أو على الأقل شجع وليس دفع شجع بمملكة العربية السعودية والإمارات لتخلق قرارات خطيرة باتجاه دولة شقيقة في إطار مجلس التعاون هي قطر وهذا الأمر ساهم فيما بعد في تعريت الموقف السياسي والأخلاق والعسكري لهاتين الدولتين ليظهرهما دولتين عدائيتين في المنطقة وتتبنيان أجندة خطيرة جدا على مستوى متعددة على المستوى السياسي على المستوى الفكري على المستوى التقافي تريدان إعادة صياغة المنطقة حتى تريدان استحداث سلام جديد ولهذا هذا الإضطراب المجتمعي الذي يحدث اليوم في منطقتنا سببه هذه السياسات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يريدان الوصول إلى السلطة بأي ثمن هناك إملاءات فرضها ترامب ومجموعته ومنظومة دولية خفية سرية يقومون بتنفيذها على أكمل وجه وكان لهذا النوع من الأجندات السرية الخفية إنعكاسات خطيرة على مستوى استقرار المنطقة كما نرى اليوم ليس هناك استقرار في المنطقة هناك اضطراب هائل جدا هناك تحولات خطيرة في مسار الحرب في اليمن هناك استهداف للدولة في اليمن هناك ما يشبه التفكير بإعادة احتلال اليمن وتفكيكه وتجزئه لتحقيق مطامع هاتين الدولتين نحن أمام حالة من الفوضى لم تسبق أن شهدتها المنطقة من قبل ولهذا اليمن هو جزء من هذا المشهد الفوضوي المرتبك على مستوى المنطقة والذي نتجه عن سياسات مرتبكة ومتناقضة تبناها كل من ولي عهد أبوظبي وولي عهد المنطقة العربية السعودية نعم إذن بلد يتقل بالانتهاكات والجريمة واستلاح المنفلت أيضا أستاذ ياسين من دول يفترض بها مساعدة الشرعية في استعادة الدولة ما الذي يمكن للشرعية القيام به في ظل ما يحدث لها للأسف الشديد الشرعية لديها خيارات ولكنها لا تستخدم هذه الخيارات الشرعية كما سبق وأن قلت إذا افترضنا أن الشرعية هي معسكر واسع يشمل السلطة العليا الرئاسية سلطة الحكومة البرلمان المؤسسة العسكرية حتى الأحزاب السلطة أضعفت بشكل ممنهج من جانب التحالف أنهكت بل أعيد صياغة هذه السلطة من خلال فرض شخصيات وأدوار ليس لها علاقة بالأجندة الوطنية لهذا الحصيل النهائي مر للغاية إلى درجة أنه لا يمكن الرهان على السلطة الشرعية بتركيبتها الحالية الرئيس وبعض القادة السياسيين في السلطة الشرعية كان لهم مواقف في مرحلة من المراحل لكن اليوم ما نرى هو تغييب شبه كامل عن الساحة الوطنية يعني قام دائما في الرياض دون التفكير حتى في العودة إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن ولا ندري هل هناك رغبة في العودة إلى العاصمة السياسية عدن أم أن هناك قوة قهرية حملت الرئيس على البقاء في الرياض واكتفى التحالف برئيس الحكومة لكي يتواجه في عدن السلطة الشرعية ضعيفة جدا وإذا فكرت التحرك في مواجهة أجندة التحالف فيسيكون تحرك أخير ولا ندري ما هي مآلاته وما هي نتائجه المستقبلية شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي كنتم معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني أشكلكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لنلتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وامنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة